وفي أسواق المعدن النفيسة رجعت أسعار الظهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار ليتجه المعدن النفيس نحو ثالث خسارة إسبوعية على التوالي إذ أدت السياسات النبضية المتشددة للبنوك المركزي الرئيسي وارتفع الدولار الأمريكي إلى انخفاض جاذبياته وهبط أذى في المعاملات الفورية 15% إلى 1797 دولاراً و19 سنة للأوقية أما على الصعيد المحلي فسجر جيرام يرتب الـ 10 نحو 847 جنيها في حين لمس عيار 21 سعر وصل إلى 988 جنيها ووصل عيار 24 سعر اليوم إلى 1229 جنيها وأخيراً سجل الجنيها الذهب سعر وصل إلى 7904 جنيها من أسواق المعدن النفيسة إلى أسعار النفط حيث انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلاله على المعنويات ووضعات الخام القياسية على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وانخفضت العقود الأجلى لخام برينت بنسبة 2 من 10% ووصل السعر اليوم إلى 108 دولارات و83 سنة للبرمين أيضاً انخفضت طيغة خام غرب تكسس الوسيطة الأمريكية بنسبة 4 من 10% ووصل السعر إلى 105 دولارات و39 سنة للبرمين أما عن أسعار المزود فقد ارتفعت عالمياً بنسبة 82 من 100% ووصل السعر اليوم إلى 3 دولارات و93 سنة لكل لتر وعن الغاز الطبيعي ارتفعت أسعار اليوم بنسبة 42 من 100% ووصل السعر إلى 5 دولارات و84 سنة لكل مليون وحدة حرارية